أسبوع الماضي ليلة لطي وأنا حكينا بشكل سريع عن الكواكب السبعة يعني اللي كانوا معروفين بوقتها ويلي أصبحوا أسباق ليلها وكيف أثروا على يكون عنا سبعتين بالأسبوع اليوم حبت أنه فعلا تتوسع بالموضوع أكتر وتعطينا المعلومات كلها سبع الخير ليلة سبع النوم القيلها أو الكواكب السبعة علما أنه التسمية منها علمية بقى اليوم يعني مثلا الأمر منه كوكب بس أنه نحن بنرجع للتاريخ نحن شو كان يحدثنا هلأ أول شي بالبداية عطول عطول نحن بنرجع للشعوب القديمة من أيام السومريين وبعدين الأكاديين وغيرهم هالشعوب كلها لمرأة بالمنطقة واللي هي أساس المنطقة هلأ خلينا نحن شعوب دينية الشرق كلهم شعوب دينية خلينا نبلش من البداية البداية بدي أقل لك كيف كانت فكرة الله كانت فكرة الله أنه في عنا قوة جبارة بالكون هاي دي القوة يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليش يعني أبعد من الإدراك طبعو للبشر لأن أبعد من إدراك البشر ما منقشعة وبالتالي ما كنا نعبدها يعني من هون إجت فكرة أنه مش عطول كنا نعبد الإله الواحد يعني قبل الديانيات نعم بس هي كمان كنت لنفسر يلي مش قادرين نفسره يعني اللي كنا نخاف منه رح رح روح لبعيد حتى للبرق والرعد والعصفة هالإشي اللي ما منقدر نتحكم فيها عوامل الطبيعة يلي بتأثر على هالحقيات اليومية لهالشعوب مظبوط نخاف منها ما نفهمها نعبدها كرمال بركة نروقة إنه هالقوة مظبوط هالقوة جبارة فيها فيها شيء مظبوط لازم نحنا نعبده ونخاف منه ونحسب له حساب فبدي أقول لك شغلة شوف كيف فكرة عبادة الكواكب إجت قدي فكرة حلوة بما أنه هيدا الآب الإله الإله العظيم اللي هو الله يعني الخالي كل الكون ما منقدر نقشعه وبالتالي ما منقدر نعبده شو عامل هو وكل الكواكب عنه ونحنا شو اللي بنشوفه أشفت كيف نحنا بنشوف الكواكب فهودي الكواكب كان فيهم كائنات روحية هالكائنات الروحية كانت هي تسير هالكواكب اللي نحنا بنشوفها وبالتالي كمان حركة هالكائنات الروحية ما بين بعض الكواكب يعني بين بعضها خلقت المادة بالتالي شو يعني المادة يعني الطبيعة يعني الشجر طبعا والإنسان والحيوان يعني شوف كيف هذه فكرة خلينا نقول فكرة الخلق الأساسية وفكرة الله الأساسية كيف كانت نكر مالك أنا أبضل بقول أنه ما نقول وثنيين الشعوب الأبل لا كانوا كان عندهم فكرة الإله الواحد كانت موجودة يعني ولكن بالتالي بدون يشوفوا بدون يشوفوا هل شي لا يقدروا يعبدوا على فكرة إذا بتطلع بالديانات اللي بنسميها نحن التوحيدية أو الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام نحن عطول في عنا واسطة مع الله مين الواسطة هن الأنبياء مضبوط يعني بالعهد القديم عنا موسى عنا المسيح بالمسيحية وعنا محمد بالإسلام وهن الواسطة بيننا وبين الله هن شو كانوا الواسطة الشعوب القديمة الكواكب الكواكب كانت سلة الوصل أو هالكائنات الروحية اللي بتسير الكواكب هي سلة الوصل ما بين الخالق الله وبين البشر يعني عطول هي ذات الفكرة إذا بتطيلين كيف ما برمتها هي ذات الفكرة هلأ خلينا نركز شوي على الإله سن أو سوان بس صرنا نقول له الإله سن اللي هو الإله الأمر هلأ بالبداية بيقولولك كنا نحن نعبد الأكنومين يعني الآب والابن الآب كان اسمه آليا بعدين صرنا نقول آليا بس هي آليا الآب اللي هو الإله الأعظم والابن هو الإله سن سن يعني واتنيناتهم بيرمزوا للأمر شوف كيف ربطنا فكرة الإقنومين العلاقة بالأمر لأنه بنشوف الأمر ليه الأمر؟ طلع شوف بس لحظة فكرة الأب والابن يعني ما فيك ما تفكر بالمسيحية يعني مثل كمان إشي بتنعاد تبنت بعدين المسيحية هلأ بدي خبرك شغل ما في شي بيجي أبستركت مجرد نعم كل شي إله علاقة قبل والأديان حكينا هديك الحلقة والقبلة والقبلة أنه الأديان هي بالنتيجة يعني بنت المجتمع فما فيها تجي من مطرح تاني بدأ تجي تراكمات تاريخية هلأ شوف عم نشوف بالصور مثلا هون إذا بتطلع في عندك هلال ونجمة هايدي عم نحكي بتعرف أمتى هاي أكتر من 2100 قبل المسيح هالنحق المنحوطة؟ هالصخرة المنحوطة هاي بتفرجي كيف كانوا يعبدوا الإله الأمر والنجمة يعني الكواكب هلأ ليش خلينا نقول ليه عنا الأمر الأمر لأنه نحنا كنا نعتبره أول شي كنا نحنا صيادين بنتصيد وبذات الوقت ما كنا بعد اكتشفنا النار فمنعتبر الأمر نقدر يعني منطر ضو الأمر لحتى نقدر نسهر لحتى نقدر يحمينا من الحيوانات المفترسة وكمان منقيس الفيضانات على حركة الأمر بنقيس يعني إله علاقة بحياتنا اليومية بعدين بنشوف كيف تطوروا ورجعوا يعبدوا الإله الشمس لأنه صار إله علاقة بالفصول بالتقس وبالنتيجة بالمحاصيل الزراعية وما تنسى أنه الأمر منشوفه يعني كل يوم يعني تقريبا كل يوم منشوف الأمر منشوف كيف يبليش نعم والأمر والشمس يعني مثل عتمة ويعني طبعا ما بيمشوا غير مع بعضهم مثل كأنه بيتدوروا بيتدوروا فهنا أكيد في علاقة معي أنا بده ينتبه للإنسان البداية ويتعلق فيها صح ويعني يحييك قصص حواليا قصص حواليا لحتى يقدر يربطها بحاله يقدر يفهمها يعني لتكون حسب إدراكه ومثل ما أنه ما كانوا يدركوا الإله الأعظم لكن الأمر كان نطلع له كأنه كوكب مظبوط الإله سين سين مظبوط وهيدا الإله خلينا نقول بقي الإله أول شي بيفررونك كيف ضحى الإله الأكبر الأقنوم يعني آلية بنفسه بيقول لك لما ضحى بنفسه هو اندبح شوف قدي الفكرة حلوة اندبح دمه ولحمه جسده اختلطوا بالطين وخلقوا الإنسان الأول هيدا إذا بتشبهها للقصة التوراتية أنه منطين خلق الإنسان نعم وبعدين بيفرجونا كمانا كيف بيموت الإله سين نعم بسبب خدعم بنته عشتار الثين يلي كانت مواد أولية مهمة جدا طبعا بحياتنا كرميل هيك أنه نحن نعتبر حالنا خلقنا منطين يعني شوف فكرة التكوين والخلق هي ذاتة وبتتكرر وبتكمل مع الديانات فيما بعد هلأ خلينا نقول كيف انتقلت بعدين يعني بلشنا نحن بالأمر أو بالإلهان بالأقنومان انتقلت لما خلص انتهى بطل يبين الإله آلية صار يبين بس الإله الإبن اللي هو سن سن انتقلت له خلينا نقول الألوهية بالتلوت المقدس صار في عنا ثلاث آلهة اللي هو سن الأمر البي الإبن شمش يعني الشمس والبنت هي عشتار يعني فينس اللي بنرمز له بالنجمة يعني كمان فينس الكوكب الوحيد اللي بيبقى فينا نشوفه بالعين المجرد مظبوط بسبب قربه بس كمان مشكلة أيام الشهر أكيد فكمان ركزنا عليه واعتبرنا بس الأمر أهم من الشمس إيه لا بالبداية الأمر بيعتبره الشمس هي بنت الأمر لأقلك ليه إذا بتفكر فيها أنه الشمس ما كان فيهون كتير يرائبوها لأنه ما فيك كتير تطلع بالشمس بس فيك ترائب الأمر من وقته بيبلش هلال ليصير فول من صحيح من ناحية نشوف صحيح بس لأنه كانوا يزرعوا هادي فيما بعد قبل ما كانوا بعد بيعرفوا الزراعة بس اتعرفوا على الزراعة ويقالهوا أكثر الشمس هلأ ليه 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 عم نحكي عن الإله الأمر أو هاو ثلاث آلهة لنحكي عن علم الكواكب علم الفلك يعني نعم نحنا نحنا بالبداية كنا فلكيين وبيدي خبرك شغل شوف مثلا هون بهيدي شوف النجمة هادي بابلونية أربع قيبة والقرص لحظت القرص يعني شو يعني يعني الأمر هايدا والنجمة بقلبه يعني شوف من أمتى كانت هالعبادة موجودة هلا ليه ليه وين كان مركز عبادة الإله الأمر كان بمنطقة اسمه حران ليش بنا نحكي شوية عن حران حران هي بجنوب تركية وعلى فكرة وبقي معبد حران موجود للقرن 13 يعني مبارح للقرن 13 بقي موجود لما هدموا المغول كان آخر معبد لقلن وحتى بيقولولك بالشرق الكل كان يعبد هيدا الإله السن حتى عند العرب فيما بعد بمدينة حضراموت كانوا يعبدوا الإله السن ومنفس الاسم ما تغير اسمه كان ماليك بنشوف كمانا كيف بالديانات بعدين كيف بيّنوا هالرموز يعني تجي بتطلع بالمسيحية عندنا رمز بتلاقي العذرة بيحطه تحت إجرية كواكب ونجوم هيكلة بعدها موجودة بالساب كونشيس طبعونا من إيام عبادة الكواكب بتلاقي الإربان هو بيجي مدور بشكل الشمس كمانا عطول بيكون الإربان مدور بتطلع عند المسلمين مثلا بتلاقي الإهلال والنجمة اللي هلأ الإيناها شوف طبيب هيدا الـ 2100 قبل المسيح بقي موجود هيدا الرمز عند المسلمين وعند اليهود بتلاقي نجمة داود يعني كمانا نجمة ملاحظ كله إله علاقة بعلم الفلك وبإيه موجود بوجداننا وانتقل للأديان اللي نحن بعدين اعتمدناها أو تبنيناها وكمانا في شغلة هون صغيرة بحب حكيها عطول كانوا الأسماء أسماء الأشخاص شوف قد أثر علينا الكواكب كان الاسم بيجي كومباوند اسمان اسم الشخص مع اسم كوكب يعني هيدا نوع من الاتسية أو نوع من اللي إنه عم تعطي إيمة فيك تعطينا مثل مثلا خلينا نحكي يمكن لأنه أكتر يعني أكتر شي بعده موجود لليوم هو عند المسلمين منقول فاطمة الزهراء يعني هي لما بيقولوا له الزهراء يعني عم يعطوها إيمة مثل الآلهة عشتار هلأت كان عندها إيمة فاطمة كرميل هيك بيقولوا له فاطمة الزهراء هلأ بنرجع بننتقل خلينا نحكي شبي أدي كانوا مهمين بعلم الكواكب بعلم الفلك قبل يعني ما بعرف إذا بتعرف فيه إشياء مخيفة مثلا كانوا يعرفوا عن جد يعني بتخاف بس تطلع كيف إنه بالعين المجرد قدروا يعرفوا كل هالإشياء يعني كانوا يعرفوا مواصفات كل كوكب التسع كواكب بالبداية كلهم كانوا يعرفون كانوا يعرفوا إنه مثلا جوبيتر إله أربع أمار بس تخيل قديش بس كان فيه يعني قدروا يطوروا كمان معدات لا ما بعرف يعني أنا بصير بقول التلسكوب نعم يعني معقولة كان عندهم تلسكوب يمكن بغير شكل بس كان فيه شيء أكيد نعم كان فيه شيء لقدروا يعرفوا هيدا الشيء وكانوا يرقبوا يشوفوا التغيرات اللي عم بتصير أكيد بس ده ما بيسمحي يعرفوا إنه فيه هلأ المعلومات اللي رح أعطيك جد مدهشة لما بتقول إنه مثلا عرفوا الدائرة عرفوا الدائرة أنه 360 درجة حددوا الهوريزن بالصورة بنعرف إله جوبيتر بنعرفه من شغلتين أول شيء من النصر يلي حده صح وطاني شيء ماسكوب إيدو يلي بيعطيه القوة يعني أكتر شيء قوة وأكتر شيء لأنه هو رئيس الآلهة نعم وهو عندنا نتبه بالجوبيتر هو عند الرومان عندنا اسمه الإله حدد عرفت كيف ما هو بتتغير الأسماء هلأ بنشوف كيف الأسماء كلها يعني عشتار يعني زوس جوبيتر سن شمش شوك يسمو عنا هدد 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 هلأ بنشوف كمانا كيف قدروا يتوصلوا مثلا قدروا يتوصلوا هن على نظام الستينة يعني هن كانوا يعرفوا إنه لدقيقة ستين ثانية والساعة ستين دقيقة يعني هيدا شيء كمانا جد مذهل إذا بتفكر فيه هلأ منه اكتشاف هي أسهل شيء يعني هي أكتر طريقة مناسبة لنقصهم أوجده أوجده يعني إذا من اليوم نزلت الشمس لبكرة نزلت الشمس في هيدا الوقت يلي كنا نقيسه بركي بالرمل بس بعدين لنقصمه إلى أقصام أصغر وأصغر بركي الستين كان الأكتر شيء مناسب بس أنه انتبهي بتكره يعني خلينا نقول هيدا السيستم اللي بعدنا لليوم ماشيين عليه يعني لو منه صح بالمعنى خلينا نقول لو منه مناسب لو منه براتيك لو منه لو منه ما قدروا يكتشفوا أهم منه يعني هيدا هي الشغلة أنه قده كانوا عظمه وقده كانوا بيفكره هلأ ما بعرف قدش بعد عننا وقت معنى تقريبا أربعة لخمس دقائق يلا فينا نبلش نحكي عن العلاقة بين هالكواكب وهل إيلها ايام الأسبوع هي هيدا هي هلأ الكواكب السبعة بس لنعرف شو هي عندنا نحن اعتبروا الشمس كوكب اعتبروا الأمر كوكب عندنا فينس عندنا مارس عندنا ميركري عندنا جوبيتير عندنا ساترن واعتبروا السماء هي الأب الكبيرة اللي بتحتضن هاودي الكواكب وكل كوكب إلو سماء تخيل كل كوكب إلو سماء وبعده وحسب بعده عن الأرض يعني نعم عارش كيف هيك بيئسوا كانوا سموات لحديث اليوم شو بنقول لسابع سماء سموات سماء معنا منقولة لحديث هلا وبعدين أهلا انتبه الأسماء لما بنقول جوبيتير وكذا لأنه كل شي نحنا من عنا بيروح على الغرب ومنرجع نحنا بنتمنى الأسماء الغربية لأنه هنا بيشتغلوا أكتر مننا حكينا فيها كوية بالماركتين اه اوكي فنحنا صدرنا ورجعنا استوردناهون هلا بعدين بس هيك قبل ما نحكي كيف تقسموا أيام الأسبوع بس بدي يقول قدي كانوا يعتبروا الكواكب بتأثر على البشر بكل شي يعني كانوا يقولوا لك أنه أنه كل كوكب إلو لون معين إلو معدن معين إلو شكل معين إلو وقت معين للصلاة وإلو تأثير على فئة معينة من الناس كرميل هيك لحديت اليوم عنا الهوروسكوب هلا أوف أوف هيدا الموضوع تاب ليلى أنا ويكي بنفهم على بعد نعرف أنه الأمر إلو فعلا تأثير ما زل عنده تأثير على المحيطات وعلى صح على البحر على الفيضان نحنا مكونين 99% ماي يعني يعني إلا ما يكون فيه آثار ما على الإنسان أكيد فما كانوا كمانا مخطئين كتير بهالأمور حتى إذا كان كان التفسير منه علمي علمي ولكن كان العلمي معقول يعني فسروه منطئ نعم فمن هون إجت فكرة بما أنه خصصوا كمانا يوم لكل كوكب من هون بتجي الفكرة مبلش الكوكب مثل ما أنا بيسموا الشمس كوكب صن أوكي شكل طبعو الكوكب هو مربع عنا تمثال وبيجي من الدهب لأنه الشمس لأنه دهب واليوم اللي مخصص لإله صندي لحد لحديت اليوم منقول صندي لأحد عنا تاني نهار اللي بيجي التنين هو للإله الأمر تأثيره على الناس بيجي بس اللي عنده اللي بيهتموا بالنباتات واللي بيسافروا كتير والضحية على فكرة كان فيه ضحية أو إربان بمعنى الإربان يعني شو بدنا الإساكريفايز طبعا يعني كيف نحنا عندنا إربان هلا عندنا كان الضحية للأمر هو عجل صغير كان عندنا شكله بيجي أوكتاجون يعني تمانا وهو مصنوع من الفضة فعلا الأمر إذا بتطلع لونه نحنا بالنسبة لنا فضة ويومه شو التنين اللي بيجي من دي أو لون دي ما شفت كيف من دي يعني أو لون دي كمان اللين صح صح هلا بنجي تالت نهار اللي هو عندنا مارس مارس اللي بيجي المريخ اللي بتقدم له بخور بيقول لك البخور لازم يكون فيه دم بشري هادي من موضوع التطحية وبيجي شكله مستطيل لونه أحمر التمثيل مصنوع من الحديد ويومه ماردي من مارس يعني بيجي تلاتة يوم التلاتة بنجي لمركريدي اللي هو عطارد يعني بالعربة منقول هيدا بيأثر على رجال العلم الضحية هي ديك أبيض تخيل محددين طيب بس الأيام لأنه خلص وقتنا لكن جوبيت ماركريدي هو لكن من ماركري يعني الأربعة وعندنا جوبيتير اللي بيجي جودي عن الخميس عندنا فينس اللي هي فندردي الجمعة وعندنا ساترن اللي بيجي ساتردي وهيدا اليوم للسياسيين عفكرة حلو ليلة لطي شكرا على هالحديث نهارنا خلص اليوم شكرا للمتابعة حلق جديد اللي بتبلش بكرة وأنا بشوفكم خميسة جي thank you